اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناة الزراع في مصر واسعار الخضار متابعيننا متنسوش تعملوا لايك للفيديو اللايك ده يعني مجانا مش هتخسر اي حاجة بالعكس هيفيدنا احنا وانت برضو هتستفاد انت كده بتشجعنا ان احنا نطلع فيديوهات اكتر وخلي غيرك يستفيد وعرف لا سعط لو فيه متابع جديد نتشرف به ان هو ينضم لنا واشترك في القناة بالضغط اشتراك باللون الاحمر اسفل فيديو وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد احنا علشان تستفيد لو مهتم من المحتوى ده المصلحتك انت ان انت تشترك في القناة طيب اسعار الخضار اليوم في سوق العبور يعني احنا النهاردة اه ممكن اه تالت يوم الايد او تاني يوم الايد والله الواحد يعني مش ما اتذكر اه مع قطر التركيز فالله اه المهم النهاردة يا جماعة اسعار الخضار النهاردة في سوق العبور يعني مفاجآت مفاجآت النهاردة في سوق العبور زي ما انتم شايفين في الصورة دي والصورة اللي عدت والصور اللي جاية الخضار زي بص شايفين الخضار يا جماعة في سوق العبور يعني موجود بكميات مهولة الخضار في سوق العبور كتير جدا 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 طيب المزارع طبعا عارف ان احنا في ايام عيد ايام العيد يا جماعة الحركة في سوق العبور بتبقى ضعيفة جدا. يعني لو فيه تجار بتنزل تاخد خضار يعني نادر جدا انك تلاقي مثلا تاجر تجزئة راح ياخد خضار مثلا في خلال ايام العيد. طيب المزارع زنبو ايف ده كله. يعني ما قدرش اقول له المزارع مثلا ما تجمعش محصول. ما ينفعش اقول له ما تجمعش. لان طبعا يعني الخضار بتاعه انقعد كده كده هيهلك في الارض. وبرضه هيأثر على الانتاج الخضار اللي فيما بعد. فما ينفعش المزارع يسيب الخضار. فالمزارع مضطر انه هو يجمع المحصول بتاعه. طيب هيودي فين? طيب طبعا اكيد بيودي طبعا سوء العبور. فالخضار زي ما انتم شفت في الصور الاولى في سوء العبور متكدس. يعني خضار بكميات مهولة. حركة في سوء العبور مفيش حركة خالص. طيب ده يعني ترتب عليه ايه? يعني ما فيش حركة في سوء العبور. يعني كده ان ما فيش طلب على الخضار. ما فيش مثلا تجار تجزية بتطلب خضار. اه اه اجاز تلاقيه طيب الناس هتعمل ايه? المهم. طيب جلة الطلب على الخضار يعني بتخلي سعر الخضار يعتبر كده في الطراب. طيب البيع في سوء العبور خلال الايام دي يمشي ازاي? طبعا اي تاجر في سوء العبور يعني اه بيبيع الخضار لتجار التجزيئة طبعا بيبيع اجتهادي. يعني اسعار سوء العبور النهاردة اه وبكرة وبعده يعتبر مفيش اسعار. يعني الحجم مجنيه ممكن تجيبها اه بنص جنيه. الحجم مو اتنين جنيه تجيبها بجنيه. الاسعار يعني هتلاقي تماسك يعني مش تماسك او كمان. اسعار البطاطس يعني ايه? ليه طيب اسعار البطاطس? سواء كان بطاطس او بصل اه اي خضار ممكن ان هو يقعد مثلا اه فترة في السوق اه اللي زي البطاطس و اه والبصل والتوم واي اغضار يعني اه يعني ممكن يقعد من غير ما يهلك في السوق هو اللي ممكن يبقى ماسك سعر شوية. انما الخيار طماطم اه الكوسة اه وراء العنب اه ملوخية اه مع اي اغضار يا جماعة قابل انه هو يهلك ده ملوش سعر في سوق العبور الايام ده. طيب المزارقة يعمل ايه? المزارقة اغضب عنه مضطر ان هو يجمع محصوله ما ينفعش يسيب محصوله زي ما قولنا. يعني الخيار النهاردة يا جماعة ممكن تجيبه من جنو ونص لاتنين جنيه. ده في سعر الجملة. طبعا اسعار التجزيئة اللي عنده شوية خضار بيبيحهم بسعر يعني اعتبر بيبيع بسعر يعني غال شوية. يعني اسعار سوق التجزيئة هتلاقيها مرتفعة جدا. طب يا جماعة تجار التجزيئة طب ما الخضار في سوق العبور يعني اه متكدس على بعضيه. يعني خضار بكميات مهولة في سوق العبور. يعني ربنا اه عوض المزارعين خير يعني. وده هي اجازة عيد يعني فترة اه وهتعدي ان شاء الله. اه والمزارعين يا جماعة اه الحركة هتبدأ في سوق العبور. يعني النهاردة تالت يوم العيد معاك لحد اه خمس يوم العيد ساتة يوم العيد الحركة هتبتدي تتنشط في سوق العبور. طيب يعني انت يعني ديك مسلا سمعت الفيديو لسه برضو بتسمع فيه يعني فين الاسعار يا جماعة اه قلنا اسعار سوق العبور النهاردة مفيش اسعار خالص. يعني انت المزارع اللي هيودي اه محصوله او خضاره ويوديه سوق العبور اعرف ان اسعار مفيش. الاسعار البيع دلوقتي اجتهادي. اي تاجر جملة في سوق العبور عايز يبيع الزرع بتاع الناس اللي قدامه يعني باي تمن. لان طبعا اه الخضار اللي قلنا عليه ان هو ممكن يهلك. ده ما ينفعش مثلا يقعد يومين او تلتة ايام على بعضيهم ما ينفعش. طبعا كل يوم بيروح خضار سوق العبور. انا مثلا راجل تاجر تجزيئة وراح اجيب مثلا خضار من سوق العبور. استحالة طبعا هبص مثلا للخضار اللي بايت. حتى لو سعره يعني حتى لو سعره رديء جدا مثلا لو رخيص خالص برضو مش ابص له. خلينا نفترض ان هو مسلا بقال يومين في سوق العبور. طيب انا هاخده. وانا راجل تاجر تجزيئة مسلا. ده نفترض. هاخد مسلا الخضار اللي بقال له يومين ده في سوق العبور. هاخده عندي. يعني وانا اخده مسلا كده هبيعهم على طول. لا. ما هيقعد عندي تاني. طيب انا لما اخده حتى انا خدته ببلاش. باي انها اخده اتفع له ما شاله اتفع له. وابا وابا وباي انها اخده هيبوز عندي. فمش ابص للخضار الأديم إلا بقى يعني بتوع المطاعم مثلا ممكن ياخد له شكرة بتنجان ده راجل بتاع مطاعم ياخد حاجات بسيطة مش هتفرق يعني طبعا هبص للخضار اللي لسه جاي اللي صابح ده مثلا بحس ان هو لما يقعد يعني زي ورق العنب الطماطم الخيار الكوسة البسلة فصوليا لوبيا ايا كان نوع خضار ان هو يعني مدة عمره قليلة هبص للخضار اللي لسه جاي صابح وهاخده بحيث ان هو مثلا لما يقعد عند يوم او يومين ما يجرلوش حاجة مش هشتري الخضار القديم فكده يا جماعة المزارعين غزب عنهم برضو ربنا يعوضهم خير اليومين دولة بس في محصولهم وان شاء الله الحركة هتبدأ في سوق العبور اليومين الجايين وهيبقى يعني يعني من المتوقع انه يبقى فيه اسعار كويسة والبطاطس يعني الاسعار حاليا مستقرة فيه ما قبل يوم الضحية طلعنا فيديو وقلنا فيه اسعار اسعار العيد واسعار ما قبل العيد وتوقعات ما بعد العيد واللي توقعناه برضو الحمد لله لايناه يعني ما بنقولش حاجة وخلاص قلنا ان اسعار خلال العيد وبعد العيد هتبقى قليلة جدا ودلوقتي في سوق العبور يعتبر انه هو مفهوش اسعار اساسا الناس في اجازة دي يعني مفاجأة يعني مفاجأة هي سوق العبور للمزارعين بسبب ان الخضار مركون في سوق العبور وعد زي ما هو والحركة ان شاء الله تشتغل بعد العيد نتأمل خير ان شاء الله ربنا يعوض المزارعين خير وعايزين لاسعار تكون فيه متناول الجميع في التناول المستهلك ربنا يرزق الجميع نتمنى لكم دوم الصحة والعافية